أهلا بكم في الدرس الأول وهذه المقدمة التي ستكون تمهيدة لدورتنا الجديدة نسعى من خلالها للقيام بتطوير وتصميم لعبة جديدة وفريدة وغالبا ما تكون هذه اللعبة شهيرة وشائعة وفي الواقع قمنا بمثل هذه الدورات على عدد لا بأس به من الألعاب وذلك لأكثر من سبب فنحاول القيام بجعل عملية البرمجة ممتعة ومسلية فنقوم بربطها بهدف وابليكيشن ذات معنى فالتطوير في هذه الحالة يكون مسلية ويمتلك المطور والمبرمج الشغف في عملية البرمجة في هذه الحالة وأيضا قمنا باختيار عدد ألعاب مختلفة من ناحية المنظور وذلك للتمرس على البرمجة والقيام بتطوير هذه الألعاب والتمكن من الأدوات التي توفرها لغة البرمجة وفي المقابل نقوم بتطبيق مفاهيم برمجية حديثة مثل غرضية التوجه Object Oriented Programming أو OB وما إلى ذلك وبشكل مشابه لما استخدامنا في تطوير ألعاب فسوف نقوم بالاعتماد على لغة البرمجة Java وسوف نقوم باستخدام المحرر IDE NetBeans واللعبة التي نسعى القيام بتطويرها هي Frogger بحيث اللاعب ضمن هذه اللعبة يتم تجسيدها كذفضع يحاول القيام بعبور الشارع دون الاستضام بالسيارة وهناك الكثير من النسخ الخاصة بهذه اللعبة فمثلاً إذا قمنا بالاطلاع على أنواعها تراها بهذا الشكل لعني أقوم بالذهاب إلى الصور ترا هنا الأنواع المختلفة والعديدة لهذه اللعبة كما نرى أمامنا وسوف نسعى القيام بتطوير نسخة خاصة بنا دعوني مثلاً أقوم بالتجريب على إحدى هذه المساة فلدينا هنا هذه اللعبة والتي أعتقد تم تطويرها على البلايستيشن 1 وهي تم إصدارها عام 1997 ويجب علينا القيام بتجاوز هذه السيارة دون القيام بالاستضام أو الوقوع في الماء وما إلى ذلك وفي حال الاستضام بالسيارة يتم الانتهام للعبة والعودة من البداية وهذا ومن النسخة الأخرى مثلاً هذا التصميم بعد أن نقوم بالاطلاع عليه في نبدأ اللعب فهنا يتعجب عليها القيام أيضاً بتجاوز هذه العقبات تمام كما بالنسبة للقسم الثالث والتي هي غالباً ما سوف نقوم بصدامه إلى حد ما من ناحية الأسباطات هنا نقوم بالاعتماد على 3D وينما سوف نقوم بصدامها بهذا الشكل البسيط فنقوم بتصوير السيارة ونسعي القيام بتجاوزها مع حركة السيارات العشوائية بعد ما نصل إلى الضفة الثانية أو إلى الشارع المقابل نقوم تسجيل سكور وهكذا تمام ويدينا الكثير من هذه النسخ وسوف نرى خلال دروس اللاحقة كيف نستطيع القيام بتطوير هذه اللعبة شيئاً في شيئاً بدأ من Application Firing ومن ثم نسعي لتطويره بشكل تدريجي وكما قلنا الغاية هي ليس تصميم لعبة مثالية مكتملة الميزات والFeatures وإنما سوف نسعي القيام بتصميمها في عناصرها الأساسية بحيث عندما نقوم بالانتقال إلى الطرف الآخر نقوم بتحقيق سكور ويجب علينا القيام بتجاوز هذه السيارات التي تسير بشكل عشوائي ويتم انتاجها بشكل دولي وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم أرجو أن يكون الدرس قد نالي عجابكم وألقاكم في الدرس القادم سلام